مناير أرض السوادي أضعت ربوع البلادي وأهدت لي أهل العراقي خصال الهدى والرشادي طرون وأرض العراقي بها ذكرهم ظل باقي ففي كل جيل رجال وفي كل سهل ووادي منائر أرض السوادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحب أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي أذكر فيه شخصيات عراقية أو شخصيات سعد بها أهل العراقي وافتخرت بها أرض العراق ظلوا في العراق طويلا ونشروا علما وجاهدوا وضحوا رضي الله تعالى عنهم وكنت قد بدأت بالصحابة أو بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين سكنوا أرض العراقي وعملوا واشتهدوا وعلموا ودرسوا وجاهدوا وبذلوا وضحوا وقدموا كل ما عندهم ابتغاء رضوان الله تعالى واليوم أذكر قصة الصحابي الكبير أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن قيس الأشعري اليماني الذي له الهجرتان كيف؟ فهو قد هاجر إلى الحبشة إلى النجاشي وعاد وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم عليه ليالي خيبر لكنه قدم على النجاشي أولا ثم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم هجرتان هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي فهجرتان ليس تجرى واحدة نحن نعلم أجر المهاجر فهو له هجرتان هو من معه رضي الله تعالى عنهم جميعا وهذا شرف عظيم وكبير وكبير جدا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم الأشعريين قبل قدومهم أخبر بهم الصحابة قال يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم فقدم الأشعريون يرتجزون ويقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبها الله أكبر فلما قدموا صافح الناس والمصافحة كانت غير معلومة فصافحوا الناس وابتدأوا المصافحة المهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاكم أهل اليمني أرقوا أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم هؤلاء جاءوا من اليمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم غدا قومهم ورقوا قلوبا للإسلام منكم فجاء أبو موسى الأشعري وفي هذا تزكية أي تزكية هي وأبو موسى كان من علماء الصحابة ومن كبار فقهائهم ومن قراء القرآن فيهم أما الفقه فقد كان هو من يفتي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وعبد الله المسعود وعمر وعلي رضي الله تعالى مفتون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهر الناس وهذه منقبة وأي منقبة هي وكان من قراء القرآن الكبار وهو ممن أيضا انتهت إليه بعض أسايد القرآن فأبو موسى الأشعري كان يقرأ القرآن يقرأ الناس القرآن ويعنى بتعليمهم وتفقيهم وتبصيرهم بدينهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم منزلته لذلك لما نزل قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذه آية رائعة جليلة وكل آية القرآن رائعة هذه آية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبو موسى الأشعري وقال هم قومك يا أبا موسى الله أكبر هم قومك يا أبا موسى وكفانا وكفاهم فخرا رضي الله تعالى عنهم وإشار إليهم هذه الإشارة الجليلة الرائعة العظيمة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان مجاهد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد خيبر ومع بعد خيبر من مشاهد وأخلص دينه لله تعالى وعلم وبذل كل ما يستطيع في سبيل نصرة هذا الدين عمر رضي الله عنه كان بالشام مجموعة أتى بهم وكانوا أربعين رجلا فيهم أبو موسى قال يا أبا موسى أريد أن أرسلك إلى أرض قد عشش فيها الشيطان فقال لا ترسني إذن قال هي أرض جهاد ورباط هي البصرة فأرسله عمر رضي الله عنه أميرا على البصرة وفي وقت آخر أمره على الكوفة رضي الله عنه فإذن اجتمعت له الإمرتان إمرة البصرة وإمرة الكوفة فمن الصحابة العلماء الفقهاء الأمراء فقد نال أكثر من أو كان عنده أكثر من ميزة رضي الله عنه صحابي أمير عالم فقيه مقرئ وكان رضي الله عنه يمتاز بحسن الصوت إلى درجة عجيبة إلى درجة أن أبا عثمان النهدي وكان في العراق وكان أحد تابعين مخضرمين الذي عاش في الجاهلية طويل وعاش في الإسلام لكن ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله حرم من رؤيته يقول عن أبي موسى الأشعري أبا عثمان النهدي يقول ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا صنجا قط أحسن من صوت أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان عنده صوت عجيب إذن والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة هو وعائشة ليستمعا قراءة أبي موسى الأشعري ففي اليوم التالي قاله لو رأيتني يا أبا موسى لو رأيتني يا أبا موسى وأن أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود صوته جميل جدا فقال يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا أي لجملت صوتي أكثر لحسنت صوتي أكثر رضي الله تعالى عنه صوت عجيب لذلك لما ذهب إلى دمشق كان معاه يخرج في الليل ليستمع قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفي المدينة كان عمر ربما ناداه إلى المجلس وطلب منه يقرأ القرآن يقول ذكرنا ربنا يا أبا موسى ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فصوته كان جميل الغاية وأدأه متقن لذلك لما ذهب إلى البصرة هو أمير نعم لكن أمير يعلم الناس القرآن وينزل إلى حلق القرآن وهذه طبعا ميزة للصحابة رضي الله عنهم أين هم رأى الناس اليوم وأين حكام الناس اليوم أين رؤساء الناس اليوم وإن وزراؤهم هم برج عاجي بعيدين عن الناس بينما هذا الأمير ينزل إلى حلقات القرآن في البصرة ويقسم الطلاب إلى حلقات ويقرأ بعضهم لذلك أبو رجاء العطاردي وكان أيضا مثل أبي عثمان النهدي كان مخضرا من التابعين كبار أبو رجاء العطاردي أقرأه أبو موسى الأشعري سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق أول سورة أنزلت في القرآن أو أول خمسة آية أنزلت أقرأ أبو موسى الأشعري أبو رجاء هذه السورة فكان يقرأ الطلاب في حلق ويأخذ بعد ذلك يصطفي منهم النوابغ والنوابه يصطفي منهم ليدرسهم ويعلمهم ويعظهم أكثر فأكثر فجمع مرة ثلاثمائة ثلاثمائة من هؤلاء من طلاب وصار يعلمهم ويدرسهم وينصحهم ثم قالهم إن هذا القرآن كائن لكم أجرى وكائن عليكم وزرى يعني يريد من أخذ بالقرآن كائن له أجر ومن أعرض عنه كائن عليه وزر نسأل الله السلامة والعافية ونصحهم كيف يأخذون بالقرآن وكيف يعملون بالقرآن رضي الله تعالى عن أبي موسى ويعني ما كان هكذا فقط إنما كان أيضا مجاهدا في سبيل الله كما قلت لكم وهو الذي فتح تستر فتح تستر من أرض فارس فتحها وكان له الأجر العظيم بفتح تلك المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنا أعجب بهذه الشخصيات شخصيات الصحابة المتوازنة اليوم تجد العلماء كثيرا من العلماء وكل العلماء لكن تجد كثيرا من العلماء ربما يكونوا في معزن عن الناس ربما يكونوا بعيدين عن الناس يكونوا في أبراجهم العاجية يعني مكتفين بعلمهم جزاهم الله خيرا لهم أجر ونرجو لهم الحسنات إن شاء الله والأجر والثواب لكن أين الاختلاط بالناس أين توجيه الناس وإرشادهم أين مشاركة في مشكلات الناس الحياتية أين الجهات في سبيل الله أين العمل والبذل والتضحية لن تجد مثل هؤلاء رضي الله عنه والصحابة تجد فيهم مثل أبي موسى المهاجر المعلم المجاهد حسن الصوت بالقرآن الإمام الذي يصلي بالناس وهكذا تجد فيهم صفات وصفات عجيبة لذلك سئل عنه علي رضي الله عنه قال صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه يعني ناله شيء من العلم رضي الله عنه وحسبك بتزكية علي له تزكية مثل علي رضي الله عنه نبي طالب الإمام الكبير لما يزكي أبا موسى هذه التزكية حسبك بذلك وطبعا وهو رضي الله تعالى عنه ممن كان يحض على اعتزال الفتنة التي جرت بين الصحابة رضي الله عنه وكان موقف مشهور فيها وبقطع النظر نحن نؤمن أن الحق كان مع فئة وفي فئة علي رضي الله عنه وعمار بن ياسر هذه المجموعة وأن الفئة الأخرى كانت من البغاة عليهم لكن كانوا مأجورين كانوا مجتهدي رضي الله عنه جميعا ونؤمن أن الفئة المحقة والفئة الباغية كلتا هما إن شاء الله تعالى على خير ولها أجر كبير وإنما جرى ما جرى منهم على سبيل على سبيل الاجتهاد واجتهاد هؤلاء مغفور لهم إن شاء الله تعالى ونحن نعلم أيضا أن أبا موسى رضي الله عنه اختير ليكون أحد الحكمين بين علي ومعاوية رضي الله عنه هو وعمر بن العاص وأنا في الحقيقة من طبعي أني لا أحب الدخول إلى قصص الفتن هذه ما أريدها ولا أحب ولذلك ما أتحدث عنها وأكرهها وأكره القرب منها والحديث عنها تماما فأنا ابتعد عنها بطبيعة ما أطيقها ولا أطيق الحديث عنها إطلاقا لذلك أتجنبها تماما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عامر الأشعري وأبو عامر هو عم أبي موسى عمه ولما جاءوا من اليمن جاء أبو رهم وأبو عامر وأبو موسى الأشعري جاءوا ثلاثتهم من اليمن فالمهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري في غزوة أوطاس وجعله أميرها وكان معه ابن أخي أبو موسى الأشعري مجموع من الصحابة فلقوا دريد بن الصمة وقتله الله تعالى وانتصروا أحد الرماء رمى أبا عامر بسهم فأثبته يعني جعله مكان ما سطع يتحرك أبو عامر يبدو أن السهم نزل في ركبته وكان نزولا مميتا نزى منه الماء ونزف ومات رضي الله تعالى عنه فجاء إليه أبو موسى وقال عم من رماك فأشار إلى رجل فجرى وراءه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فهرب الرجل قال ويلك أما تستحي ألا استعربيا أثبت فثبت الرجل فاختلفها ضربتين فقتل أبو موسى الرجل وعاد لعمه فوجده في النزع الاحتضار فأمره أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له وهذا الذي جرى لما عاد وأخبر لما عاد موسى أشعري رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله تعالى عنه بما جرى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض ابطيه الشريفين وقال اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر وارفعه فوق كثير من خلقك يوم القيامة الله أكبر انظروا إلى هذا الدعاء العجيب اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر وارفعه فوق كثير من خلقك يوم القيامة فموسى استغل الفرصة طبعا هذه الفرصة الدعاء قال وأنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه وأدخله مدخلا كريما اللهم اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه وأدخله مدخلا كريما أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم فهذه وفاة عمه أبو موسى أبو عامر وفاة عمه أبي عامر وأبو موسى تولى قيادة الجيش بعد عمه أبي عامر رضي الله تعالى عنهما وأبو رهم أخ لأبي موسى وكان في معارك العراق أيضا كان له قدم وكان له عمل جليل فهي عائلة مجاهدة سبحان الله العظيم عائلة مجاهدة وعائلة عاملة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن أرسله أرسله معاذ بن جبل إلى اليمن أرسله 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 إلى مدينتين أرسله إلى مدينتين زبيد وعدن زبيد وعدن فقام بعمل كبير وجاهد طويلا وفي تعليم الناس العلم لأنه معلوم من اليمن دخلت إسلام بغير إراق الدماء كانوا قوما رقيقي القلوب فدخلوا إسلام مباشرة الحمد لله أربع عالمين فأرسلوا إلى زبيد وإلى عدن أرسلهما وكان بينهما تآخ ومودة بينهما تآخ نحن نعلم أن أبو موسى أشعري من هناك وأيضا معاذ ابن جبل وأنصاري والأنصار من هناك فلذلك كان بينهما تآخ ومودة وكان أبو موسى الأشعري ومعاذب جبل يقرآن القرآن معا ويعرضان القرآن بعضهما على بعض ويتدارسان القرآن ويخبر كل واحد منهما الآخر في كم يختمان القرآن وكيف يقرآنه وكيف يقرآنه ونعلم أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من كبار معلمي القرآن وهو في القدر القرآني يعني باب القرآن أعلم من معاذ بن جبل على أن معاذ بن جبل طبعا أعلم بالحلال والحرام من أبي موسى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في سنة 42 للهجرة فمكث مدة مدة معتزلا الفتنة كلها كان له موقف يصر عليه وكان يخطب في الناس يقوم يخطب في الناس يأمرهم باعتزال الفتنة وكان هذا الموقف يغضب بعض الصحابة رضي الله عنه أبو موسى كان ينطلق من موقف أن هذه فتنة لا يرى فتنة ما هي الفتنة إذا عمي عليك وجه الحق وفي الحقيقة ما كان وجه الحق عميا على كبار الصحابة كانوا يعلمون أن الحق ما علي رضي الله عنه ولكن أبو موسى من طبيعة ورقة أنه ما كان يحب أن يدخل في قضايا الفتنة هذه ولا يحب أن يلغ فيها كثيرا فلذلك كان معتزلا ويأمر الناس بالاعتزال بقوة ويخطب فيهم ويدور على القبائل ويأتون الناس يسألونه ويأمرهم بالاعتزال فكان هذه من صفاته التي عرف بها رضي الله عنه وأرضاه ومن لطائف ما روي عن أبي موسى الأشعر رضي الله تعالى عنه أن وفدا بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله شيئا فقال أبشروا قالوا قد أكثرت علينا من البشرة يعني فيه قليل من الجفاء جفاء الأعراب قالوا قد أكثرت علينا من البشرة فأعطنا فدخل أبو موسى رضي الله عنه معه بلال فقال اقبل البشرة حيث لم يقبلها بني تميم قالوا قد قبلناها يا رسول الله فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطاهم مجج فيه مجج وعطاهم الماء فتوضأوا منه وغسلوا وجوههم وأيديهم أو غسلوا وجهيهم وأيديهم رضي الله تعالى عنهما بلال وأبو موسى فأم سلم تشاهدوا من خلف تشاهدوا من خلف الستر فقالت لهما أفضلا لأمكما فضله يعني أبقيا شيئا لي فأعطياها رضي الله تعالى عنهم جميعا يعني أبو موسى وبلال قبلال بشرة وهذا يعني يدلون على كمان نفسية هؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وصنعهم على عينه وجاء يوما إلى عمر وعمر طبعا عملاق الفاروق وكان أبو موسى قد دق عليه الباب أو ناداه أو استأذن ثلاثا فلم يؤذن له السلام عليكم مراتين وثلاثا فعاد أبو موسى فناداه عمر فقال ما منعك أن يعني تواصل أو تداوم الطلب الإذن وقال الإذن ثلاثا قال لتأتيني ببينة أو لأوجي عن ظهرك عمر رضي عنه يعني كان قويا ويحب أن الناس يستوثقون من أحاديث رسول الله تعالى من السنن السنن النبوية فجاء فزعا أبو موسى إلى مجلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال أبي بن كعب ما لك فقصع إلى خبر قال والله لا يقومنا معك إلا أصغرنا قم يا أبا سعيد الخدري واشهد معه فقام أبو سعيد رضي الله عنه الخدري وشهد معه عند عمر رضي الله عنه عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الاستئذان ثلاثا أو كما قال صلى الله عليه وسلم وجاء مرة أحد الصحابة إلى عمر رضي الله بيده خاتم من حديد فقال أنا لك أن تنزع هذا من يدك قال أبو موسى أم أنا أحمد الله فخاتم من حديد كان عنده خاتم ذهب الأول قال أم أنا أحمد الله فخاتم من حديد قال ذاك أنتا أنتا قال كيف أصنع قال اتخذ خاتما من فضة اتخذ خاتما من فضة وهذه السنة طبعا وأبو موسى كان أديبا رضي الله عنه صاحب أدب وصاحب حياء قال والله إني لأغتسل في البيت المظلم عريانا وأحني ظهري حياء من الله تعالى انظروا لهذه الأخلاق الجليلة إذن حياة أبي موسى تصريعا نعدها معلما من معالم الكبيرة ومحطات فيها محطات كثيرة توقف عندها أهمها الجهاد والعلم وإقراء القرآن وتعليم الناس العلم والأدب واللطف والبعد عن الفتن فما أجمل تلك الحياة وما أعظمها نسأل الله تعالى بإسماء الحسنى وصفات العليا أن يعلي درجة أبي موسى في عليين وأن يلحقنا به على أحسن حال إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة أتحدث فيها عن شخصية عراقية أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مناير أرض السوادي أضعت ربوع البلادي مناير أرض السوادي أضعت ربوع البلادي وأهدت لأهل العراق قصال الهدى والرشادي طرون وأرض العراقي بها ذكرهم ضل باقي ففي كل جيل الرجال وفي كل سهل ووادي منائر أرض السوادي ترجمة نانسي قنقر